اجتمع مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع أخيه مع الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ذلك على هامش اجتماع الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وجرى خلال الاجتماع سعراض المسار المتميز للعلاقات الأخوية الراسخة بين البحرين والمملكة العربية السعودية بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين والتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك والوثيق بينهما تجاه كافة القضايا كما تم التشور حول الموضوعات المدرجة على اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كما شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الفعاليات رفيعة المستوى حول الدعوة العالمية للعمل على مشكلة المخدرات العالمية وذلك برئاسة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة زعماء دول العالم المشاركين في اجتماعات هذه الدورة وأكد معالي وزير الخارجية أن هذه الفعالية تعكس استشعار المجتمع الدولي بخطورة آفة المخدرات وأهمية تضافر كافة الجهود للقضاء عليها نوها معاليه بالمساعي والمبادرات التي يقوم بها فخامة الرئيس ترامب في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الظاهرة وأشار معالي وزير الخارجية إلى أهمية الالتزام والعمل الجماعي المشترك لضمان التصدي الفعال لمشكلة المخدرات ووضع حلول مستدامة لها ومعالجتها بما يتفق مع القانون الدولي ويعزز جهود التنمية في مختلف دول العالم وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز جهود الأمم المتحدة والجهود الداخلية من قبل الدول العضاء لمعالجة ومكافحة العرض والطلب على المخدرات الغير مشروعة وتوسيع تطوير خيارات المعالجة وتعزيز التعاون الدولي ترجمة نانسي قنقر